في هذا الحوار الذي أجره الزميل حسام الحاشي برنامج أبعاظ أخرى والذي سيبث كاملا هذه الليلة قال السفير البريطاني إن لندن تعمل مع بغداد لمنع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات مؤكدا في الوقت نفسه أن سفارة بلاده ستبقى رغم خطورة الهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية شخصيا أنا بس مسؤول للسفارة البريطانية وما عندنا أي خطة لصحب الديبلوماسيين من بغداد بس في نفس الوقت عندنا كلك شديد من هذا التحديد ونتمنى أن راح كن في وقف هذه الهجمات وندرك أن ما كان فيه هجمات كثيرة منذ شهرين بس مهم جدا أنه راح كن في استمرار الحضو في بغداد وأنا أتمنى أن العراق ما راح يصير صحة لتصفية الحسابات في المنطقة